بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على اشرف الانبياء والموسلين. سيدنا محمد. على اهله وصحبه اجمعين. اهلا بكم يا دا كترة. من يا رب تكونوا بخير. ودنيا مشى كويس في البلوك كذا. اهم. كل سعودوا طيبين ونسبت شهر رمضان يا رب. يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم في كده وتطلعوا في مبسوطين بازن الله. اهم. اعرفكم بنفسي. انا مراوان حازم. انا اله اشرح معكم النهاردة ان شاء الله محاضرة من محاضرات الباتولوجي الخاصة بجزء الرينا. اه لو تفتكروا انا اصلا شرحت كزا محاضرة ومنها محاضرة في تم الاول كنت بشرح على بورد. بس المحاضرة دي بيبقى انها خاصة بالباتولوجي يعني ففضلنا ان يكون الموضوع على افضل. عشان يبقى فيه صور متاحة. وتبقى الدنيا افضل معك واسا ان شاء الله. اه محاضرتنا النهاردة ان شاء الله اسمها. اه ببساطة دي المحاضرة الخاصة انه ايه المشاكل اللي ممكن تحدث لأي اه اه المشاكل ممكن تحدث لما اي حاجة تصد مجرى البور. من اول الكليا لحد اليوريثرة تحت. ده اللي هنتنقش فيه النهاردة ان شاء الله. وفيه جزء صغير في الاخر هيتكلم عن اه مرض من الامراض الخاصة تحديدا. فنبدأ كده ونشوف ايه المواضيع اللي معنا النهاردة وبسم الله. المواضيع اللي معنا النهاردة اول حاجة فيهم احنا هناخد تلات مواضيع بشكل رئيسي. هندرس كل واحد فيهم ان شاء الله ببعض التفاصيل كده. اول واحد فيهم هو الهايدرونيفروزيس. الهايدرونيفروزيس ده اه مرض بيانتج من المية اللي بتنتجها الكليا او اليورين اللي بتطلعوا الكريا مش عارف يخرج منها. بالتالي بيتراكم جواها. تعريف بسيط كده اه اتنين جنيه بزا بيقولوا في الاول. ايه تاني حاجة هنتنقش فيها النهاردة? هنتنقش في الحصوات تبعت الكلام. هناخد شوية اسباب وهناخد شوية انواع منها وهنعرف ازاي نفرق بينهم ان شاء الله. تالت حاجة واصغر حاجة معنا النهاردة ان شاء الله هي يعني ايه سيس تايتس. سيس تاينة معناها دهاء. سيس تاينة معناها دهاء. فبالتالي سيس تايتس ده معناها اللي بيحصل يبقى دول التلات مواضيع الاساسية اللي هنتكلم عنهم النهاردة. هنبتدي منهم باون موضوع وهو هايدرونيفروزيس هناخد منه هنفهم يعني ايه هايدرونيفروزيس وهناخد الاسباب بتاعته وهناخد كمان معنا البثولوجيكال فيتشورز. انا ايه اللي هشوفه في المرض ده. اه وهناخد بتاعته. وهناخد فنبدأ باول حاجة ونعرف يعني ايه هيدرونيفروزيس. التعريف اللي موجود عندكم. طيب. نفهم واحدة واحدة. بصوا في الصورة اللي تحت. هتلاقي انه. النورمال كيدني انه نفروض حجم الرينا البلفس موجود بشكل معين. والبراميدز بتاعت المضالة لها حجمه معين. فيه اللي هي اللي قابل البلفس دي. فيه بعد كده الكورتيكس. ما يحصل الانسيدات زي ما انتو شايفين كده في البلفس او في الريتر. المية هتبتدي ان هي تتراكم جوة البلفس جوة الكاليس دي. لما يزيد ما تزيد السدة دي. هيحصل المية تتراكم اكتر واكتر. لحد ما دوصل للدرجة. لو شفتوها زي كده. عاملكم بالليزر. عاملكم بالليزر زي كده. يبقى زي ما انتو شايف كده. تلاقي البيراميدز طول ما انتو شايف اللي هي الجزء الخاص بالميدالة كل شوية بيتتاكل بيتتاكل بيتتاكل. عاد ما نوصل لهنا انت اصلا البيراميدز مش شايفة. بدخلك في فشل كالوي والحاجات دي كلها. اه ده خلصنا من نخش في نركز في النقطة دي كويس. ان انت الاسباب اللي عندنا اي سبب ممكن يعمل لي آآ انسداد او اعاقة للمسار بتاع اليورين من اول من اول الكليا لحد اليوريثرة تحت. بس الانسداد ده لازم يكون حاجة من حاجتين. يعني جزئي. يعني فيه كده كده المسار شغال بس فيه انسداد جزئي. فبالتاليه اليورين مش عارف ينزل بالشكل الطبيعي بتاعه. او وخلي بالك من كلمة دي. معناها ايه? معناها متقطع. لو لو مرة واحدة ده هيعمل لي لينال فيرير لان انت خلاص انت كده وقفت نزول البورم الاخر ويعني كأنها بطلت شغل فبالتالي هيحصل لي لينال فيرير. انما لو بحيث انه لو فيه مثلا حصوة وقفة في او كده كل شوية تقف وتتفتت تقف وتتفتت تقف وتتفتت تقف وتتفتت لو بالشكل ده ده اسمه في حالة هيديك فرصة انه يحصل لكن لو هو ومرضيش ومرضيتش الدوب لمدة اكتر من اربعة واشرين ساعة مثلا هيحصل مباشرة مش هيلحق اصلا يحصل انه المريض يشتكي من لا ده هيجي لك وهو عنده فشل كلب فلنعرف الاسباب خلينا متفقين كده في البداية انه عندنا خمس اسباب رئيسية ممكن تعمل لي هيدروني فروزس والخمس اسباب دول متوزعين من او ممكن يحصلوا من اول الكدني مرورا باليوريتر مرورا بالبلودر مرورا في الميلز في ممكن تحصل في البروستات وبعد كده في اليوريثرا يعني الاسباب اللي انا هقولهم دول ممكن يحصلوا في اي حتة من الحتة دي ويعملوا لي نفس المشكلة اللي احنا هندرسوا ان شاء الله في الاسباب دلوقتي هنقول الخمسة دول وهفي كل منطقة من من المناطق دي سواء في الكدني او في اليوريتر او في اليوريثرا او ما الى ذلك هنقول حاجة مميزة مكتوبة عندكم في المحاضرة طيب ايه الاسباب دي اول حاجة وده حاجة منطقية جدا لو حصل في مثلا في البروستات. لما يحصل في البروستات البروستات دي حواليها ايه? دي دي هي حوالين ايه? حوالين الريوريثرا. بالتالي لما يحصل فيها في الاول هيحصل لي هيحصل لها اديمة. وهيحصل لها كونجيشا. فبالتالي هتضغط على الريوريثرا دي هتمنع المجرى الطبيعي بتاع البول هتدايقه. طيب دي في الحالة الاولى. طب ما. وفي الحالة الهيلنج لو ده ما تعليقش كويس. بتاعه يبقى في الشكل ايه? هيبقى في بروزس. مرضو في بروزس. هيضغط على المجرى ده. يبقى اول سبب زي ما قلنا. تاني سبب. لو حصل في اي حتة في المناطق دي. هيضغط على مسلا اه على هيضغط على لو حصل في كده ممكن يضغط على لو حصل في في البلدر او حواليها برضو هيضغط عليها وهيداي السلاسل اللي بيتحرك فيها هي تالت حاجة التروما التروما لو حصل ده خبطة معينة في المكان ده ممكن تعملي فيه اي مشكلة تمنع المجرى الطبيعي بتاع البول. طيب. هي رابع سبب. حصوة. ودي يعني اشهر سبب موجود حاليا انه انت تتكون حصوة في اي منطقة من المناطق دي تقوم سدها سدها بقى بشكل بارشيال او ان هي تكون بحيس انه زي ما قلنا توقف شوية وتتفتت شوية توقف شوية وتتفتت شوية. كل ده ممكن يعمل لي هيدرونيفروزيس. طيب. اخر حاجة معينة هي كونجينيتال. انه الطفل مسلا يبقى مولود وهو اصلا عنده ضيق في في اليوريترا عنده ضيق في اليوريترا عنده اه عنده مشكلة بشكل ما اه موجودة في المكان ده بتمنع السلاسل اللي بيتحرك بها البول. طيب. يبقى عشان نقولهم كده في البداية تاني. عندنا خمس اسباب هما. دول اكتبهم في ورق جنبك. سبت الخمسة دول في دماغك. عشان اللي هناخده جديد عليهم هتضيفه بقى على كل حاجة من الحاجات اللي جاية دي. اول حاجة هناخد اليوريترا. اول سبب معانا اه من الاسباب حاجة اسمها في موزيس. ايه في موزيس ده? الاطفال اللي لسه ما اطهروش. او اللي لسه ما حصل لهم بيكون عندهم اه الجزء اه بتاع ده. اتا كده زائدة بتكون موجودة فوق اه اخر جزء من من الطبيعي انه الجزء ده لما بيحصل الجزء ده بيحصل له انه انه يحصل لورا بحيس انه فيسهل خروج البول آآ من البيناس. لكن في الاطفال دول الفيموز ده. الفرس كانت دي زي ما انتم شايفين في الصورة كده ما بترجعش الورا. ما بيحصل لهاش ده. فسهولة الخروج البول بينه مش بتكون زي الاطفال الاطفال العاديين اللي حصل لهم سركمسيجن. فالبول يعود يتراكم جوه. يعود يتراكم جوه. يعود يتراكم جوه. بعد كده يخش على جوه يتراكم جوه يتراكم في اليورين طالب يتراكم في الكيدمي ويعمل لي هايدرونيفروزيس. فهنيجي هنا نشوف التعبير المكتوب عندكم في المحاضرة اللي هو الاسكن ده. بالاضافة لذلك انه الحتة بتاعت دي بيتراكم جواها جزء كبير من اليورين. والتراكم ده ممكن يعمل لي مشاكل بعد كده انه اي حق اي بكتيريا ممكن تخش تعمل لي وتعمل لي مشاكل كبيرة للطفل ده. فلما تلاحظوا الفرق ده طفل حصل له وده طفل لا. هنا البول سهل ان هو يخرج لكن هنا هيتراكم جوها. ايه السبب تاني ممكن اليوريثرا ممكن يعمل لي هايدرونيفروزيس. دي ما انتم شايفين. دي يعني في الطبيعي انه المفروض الفتحة الفتحة اللي بيخرج منها البول تكون بالحجم ده. في بعض الاطفال بيتولدوا بيكون عندهم الفتحة بالضيق ده زي ما انتم شايفين. فكل ما الفتحة الفتحة زي كده تدي سهول خروج البول تكون مش موجودة. يعد يتراكم جوه يتراكم جوه يتراكم جوه يتراكم في يعمل لي هايدرونيفروزيس. ايه تاني ممكن يحصل في اليوريثرا. عاجة اسمها ايه المشكلة دي? اثناء تكوين اه بعض الاجنة بيحصل عندهم انه عند في المنطقة دي بيتكون زوائد كده عاملة بتعمل شكل زي شكل الفالف اللي بيبقى موجود في الفينز. طيب الزوائد دي تعمل ايه? ايه وظيفته? انه هو يمنع انه الدم يرجع. انه اللي هيتكون جوه هيمنع انه يعد من يخش جوه يوريثرا. فبالتالي هيقعد يتراكم جوه جوه البلدر. بص في الطبيعي المفروض تكون بالحجم ده. في الاطفال دول اسناء ما هم لسه قبل ما يتولدوا اسناء البلدر بتوصل ان هي توصل بالحجم ده. يتراكم 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 وبعد طبعا يتراكم بعد كده في اليوريترا يعني اللي بالشكل اللي انه شايفينه ده قارنه بين الصورة دي والصورة دي. وبعدين يتخش على الكيدني. مشكلة دي تعتبر من مشاكل خطيرة جدا. وبعد كده الاسباب اللي احنا قلنا عليها في الاول انه يحصل او يحصل معناها ضيق. بعد زي ما زي ما ما حكيت لكم في الاول. فدول الاسباب اللي احنا كنا متعفين عليهم وزي ده ده اول آآ دي اول منطقة ده لسنا فيها اللي هي اليوريترا. طيب نطلع فوق شوية ونروح لي دي الصورة اللي كانت موجودة عندكم بتاعت نطلع فوق ونروح للبروستات ودي خاصة بالميلز طبعا. اشهر سبب موجود في الدنيا ممكن يعمل آآ او يعمل اوبستراكشن المجرب بتاعت الول. موجود في الميلز هو السينايل بروستاتيك هايبر بليزيا. وهو انه الرجالة بعد آآ سن الاربعين او الخمسين بشكل طبيعي جدا البروستات عندهم بتتضخم. بيحصل فيها هايبر بليزيا. طب هايبر بليزيا دي بيانتج عنها ايه? زي ما احنا شايفين في الصورة. ادي و ادي اليوريترا ماشي بشكل طبيعي و ادي لما يحصل سينايل بروستاتيك هايبر بليزيا ببص البروستات بيه بحجمها عامل ازاي? تقوم ضغطة على اليوريترا. ما ينزلش بسهولة من اليوريترا. يحصل تراكم. تراكم يوصل اليوريتر. ومن اليوريتر يوصل يعمل لي. عشان كده انا عمله لكم كده. عشان تعرفوا ان من اشهر الاسباب الخاصة من اشهر الاسباب اللي بتعمل لليوريترا. تانية حاجة عندكم. زي ما شرحنا اي ممكن يعمل لي يعقلي مجرى بتاع البول زي ما انتم شايفين هنا. بشكل عادي و دي حالة بص الحجم بيزيد ازاي بيحصل اديمة. بيحصل كل ده بخليه يضغط على اليوريترا. واخر حاجة ما زي ما قلنا اي تيومر ممكن يطلع في المكان ده هيضغط على اليوريترا. وده حاجة طبيعية جدا. نطلع لفوق كمان ووصل البلادر. البلادر ليجينز ايه اللي مكتوب عندكم في المحاضرة? ايه? يقصد ايه? انت عندك البلادر بتكون موجودة لها فيها فيها تلات فتحات. فتحتين لو ما الحالب. لو في حصوة مثلا نزلت من الحالب ووقفت عند او الفتحة بتاعت الحالب جو البلادر. كده المية او اليورين اللي نازل من اليوريترز مش هينفع مش هيرضي يخش البلادر. يوم متراكم. طيب. او تكون المشكلة في 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 اليوريثرا. انت عندك فتحتين من فوق. جايين من بتوع اليوريترز. وفتحة تحت تودي اليوريثرا. لو فيه في حصوة برضو وتكونت وراح تقفلت اليوريثرا دي. هتعمل لي اليورين هتخلي اليورين يتراكم جوه البلادر ومن البلادر يتراكم في اليوريترز ومنها الكني. فانت عندك عدة ازبع زي ما احنا قلنا. لو فيه كونجينيتر الاستينوزيس. لو تفتكروا الخمس اسباب اللي قلناهم في الاول. وتروما وكالكيولاي وكونجينيتر. يبقى انت عندك. لو فيه كونجينيتر الاستينوزيس اصلا في دي. او لو فيه كالكيولاي او حصوة اه وقفت في وقفت عند دي. او لو فيه متكون في منطقة من المغاطق اللي حواليها فبالتالي ادى لانه يضغط على. طيب. ايه الحاجات التانية اللي ممكن تعمل لي. اه تعمل لي. اه تعمل لي. اه تعمل لي هايدرون فروزيس. ده اللي مكتوب عندكم. اه هقوله لكم. وهقول لكم كم معلومة اضافية كده عشان تفهموا ايه هو المرض ده. هو بيقول لك انه في التبس دورساليس بيحصل لصف نيرب الس كنترول للسفينكترز بتاعت اه بتاعت البلدر. التبس دورساليس اه بيقول لك اه بيقولك ممكن تحصل ميكانيكاً الانجري او كومبريشن. صحيح. الكلام ده كله. ده عبر عن ايه? ده مرض بينتج عند الناس اللي بيكون عندها وما بتتعليقش منه. يعني هو يعتبر من مضاعفات السيفلس. بيحصل في ايه? لو بصينا في الصورة كده. الجزء الخلفي من ده بيحصل في طيب. الجزء الخلفي من ده هتاخده في ان شاء الله ان هو اللي بيشيل اغلب الاحساسات الموجودة في الجسم. الخاصة تحديدا بحاجات اسمها ما عليكم الاسماء دي. اه مسلا احساسات التوازن. احساسات اغلب الاحساسات المعقدة بتاعت الجسم بتكون محمولة في الجزء الخلفي من الدوسة الكورة بتاع. اه ومنها الخاصة برضو بحاجة زي الحاجات دي يبقى كده اللي جاية من دي اللي تقوله دلوقتي البلدر اتملت دلوقتي وقت مناسب انه انه ان البلدر نفضيها. ولا وقت مش مناسب. فبالتالي الاحساسات دي كلها المفروض ان هي بتطلع من الدوسة الكورم ده. دوسة الكورم ده بيحصلوا دي جينريشن. فبالتالي دي مش بتوصل اصلا. فالسفنكترز بتاعة البلدر وبتاعة اليوريثرا انا بفقد الكنترول اللي عليها خلص. فبقى السفنكترز دي تفتح واحتها تفر براحتها. اليورون ممكن يعد يتراكم فيها وما ينزلش المدة طويلة جدا يعمل لي هايدرو يوريتر ويعمل لي لهايدروني فروزيس. عشان كده بنقول ده يعني من اخطر الامراض المتعلقة حديدا بموضوع التأثير بتاعها اللي بيوصل للكدني. تمام? اغلب الحاجات المعلومات اللي انا بقول لكم عليها دي دي مش عليكم. انت عليك اللي موجودين عندك في الباور بس. الباور دي اعتبر يعني تقدر تعتمد عليه زي وزي المحاضرة يعني كل الكلمة فيه موجودة في المحاضرة. انا مش كاتب فيه حاجات زيادة. حاجات الزيادة دي انا هقولها لكم هنا في الشرح. بس مش هكتبها عشان اه ما تطلق بطوش. اه انتو عليكم انكم تعرفوا بس ان التبزدو سالس ده ملد. بيحصل فيه مرعب عصبي بيحصل فيه القصة اللي بتحمل للبق من بس. ده كل اللي عليكم تعرفوا. طيب نسيب البرادر ونطلع سلنا الفوق. نروح لليوريتر. اه اليوريتر ممكن يحصل في ايه? اول حاجة اللي استنبه بتاعتنا الخمسة المحفوظين. انه يكون فيكن جينيتال ستينوزوس. او يكون فيه او ضيق ممكن يحصل بعد زي ما قلنا. او ممكن كالكيولاي. كالكيولاي زي ما قلنا. حصوة توقف في المكان ده. او ممكن زي ما قلنا. ايه اللي ممكن يحصل? انه يحصل. دي عند السيدات. اه عنق الراحم زي كده. اه ده سلطان شهير بيحصل يعني. بس سلطان ده او الكارسينومة دي. اه ممكن تعمل وهي مشهورة انها ممكن تعمل كده. اه لأي موجود جنبها. طيب. ايه السبب الخامس? ممكن يحصل انه في السيدات الحوامل اللي عندهم اه بيسموهم ليهم. اه بالطبيعي انه انت عندك طفل موجود جوه يعني اه في بطنها فبالتالي ممكن يضغط على كل الموجودة فيه اه في البطن. ومنها اليوريتر. يقوم اعمل لي على اليوريتر برضو يعمل لي في بعض الحالات ممكن يعمل فيها. او في حالات تانية زي ما قلنا في البلبيك. يبقى زي ما قلنا انت عندك فيه اسباب واسباب انه هو يحصل ما بعده. واسباب انه ممكن تكون في حصوة او اسباب انه ممكن يكون فيه آآ يجي يضغط على المكان ده او بس. بعد كده هنطلع لاخر حاجة معنا وهي الكدني اعلى موجود. طيب ايه اللي ممكن يحصل للكدني? لو في مشكلة كونجينيتر موجودة مسلا في البلبيس مخليها ديق شوية. ما يسمحش انه آآ ينزل منه اليوريت. او يحصل في الكدني. يتعمل لي برضو ضيق بعد كده في البلبيس. طيب. وايه بقى النقطة المشهورة اللي ممكن تحصل آآ في الكدني وممكن تعبلي مشكلة دي. حاجة اسمها ايه ده يا باشا? من المعروف انه آآ 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 من كزا آآ من كزا مكان تاني. اما الانسان الطبيعي اللي بعد ما يتويرد. اغلب الاماكن دي بيحصل لها وبيفضل مكان واحد. هو اللي دي مصدر الاساسي للمنطقة دي. منها الكدني. الكدني معروف ان هي ثانية لها آآ 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 مخصوص جايلها من من الاورطة. طيب. ثناء الاحياء الجنينية زي كده بيكون في آآ تاني اسمه ده غالبا ما بيخشش من الهايلام حتى بتاع الكدني. ده غالبا بيخش من جزء السفلي او من جزء العلوي للكدني. زي ما انتم بصوين في الصورة كده. ده لو ما حصلوش بعد ما الطفل طفل يطولد. زي ما انتم شايفين كده بيكون ضاغط على البلفس ويمنع برضو نزول البول لانه هو زي ما قلنا انه هو مش بيكون داخل من الهايلم زي لا داخل من الهايلم لكن ده داخل من جزء السفلي للكني فممكن يضغط على او يضغط على البلفس برضو يمنع نزول اليورين يتراكم 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 يعمل لي الحيدروني فروزيس بني جي نقرأ بقى المكتوب عندكم المحاضرة كده خلصنا الاسباب عشان الاسباب ما تتعبكمش احنا عادة فيها وقت طويل شوية انا هسبت خمسة في دماغي انا ممكن تكون المشكلة دي اكون او نالجة من لان احنا قلنا الانفلاميشن بيحصل في ايديما وبعد كده بيحصل له فكل دي اسباب تعمل لي انه يخلي في هماكن معينة يضغط لي على المكان بتاع ماجراربول او اي ضربة معينة في المكان ده بشكل غلط ممكن تعمل لي مشكلة او حصوة وده السبب الاشهر يعني اللي ممكن تسمعوا به واخر حاجة يبقى الخمسة دول في دماغي وبعد كده انا هبص على كل مكان هلاقي في حاجة مخصوصة يعني مثلا عندك الفيموز عندك هتلاقي مكتوب عندك ده حاجة مخصصة ممكن تحصل يعني تعمل لي عندك بعد كده البروستات اشهر حاجة بعد كده عندك المسلا حاجة زي الله ما صالح لنا بيه ادني ادني اشهر حاجة موجودة تاني او مبدأش اقول اشهر حاجة الحاجة الحاجة المميزة هتلاقيه مكتوب عندك في المحاضرة فبالتالي وانت مذاكر وانت بتذاكر خليه كده ناصح زي يقول انت هتثبت كم حاجة وبعد كده في كل منطقة منهم هتعرف الحاجة المميزة وتعرف تميزها عن الباقي كده خلصنا الاسباب طيب ايه اللي هنخش عليه دلوقتي طيب هنخش على وهنا هنشوف يعني ده بيعمل لي ايه في الكدني اه اول حاجة لازم نعرف نقطة معينة ودي بديهية جدا ان انت عندك لو ده حصل في بتاع اه اه او اه في فانت عندك هيحصل يعني المفروض انه لو مشكلة هنا او هنا انت عندك الميا اللي هنا هتتراكم والميا اللي هنا هتتراكم فهتعمل لك في الناحيتين اما لو المشكلة موجودة في الليفل بتاع او الكدني زي ما في الصورة اللي قدامكم دي فانت هيحصل لك انت لو هنا هتعمل لك هنا او لو مشكلة فوق هتعمل لك هنا بس دي الحاجة اللي لازم تبقى عارفينها في البداية. طيب ايه اللي انا هشوفها اه عند المرضى اللي عندهم هيدروني فروزز دو. اول حاجة انت عندك لما يكون في اه عضلة معينة. العضلة دي انت بتمرنها في الجيم فانت معنى كده انك بتزود الضغط على العضلة دي. طبيعيا ان العضلة دي هحصل لها ايه? هت يعني هتفى من كده الضغط زاد عليها فالحجم بتاعها يزيد يحصل لها يبقى اول حاجة هنتقيها هتحصل في اول حاجة هناخد الاسباب في الاول بلاش الاسباب هناخد اللي هتحصل في في الاول اول حاجة انه ودي برضو حاجة تانية زي ما زي ما انت عندك الضغط لما بيزيد عضلة القلب حجمها بيزيد 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 حد ما يوصل الوقت معين ويحصل له ايه? يحصل او ما يحصل بعد ده كله يحصل ده يلاتيجا عضلة القلب تتسح كده طيب يبقى نفس الحوار برضو هيحصل في اول ما الضغط يزيد هيحصل لحد بعد كده ما يحصل بعد ما يحصل بعد ما يحصل ايه اللي هيحصل? هيقول لك يعني ايه زي ما هوريكو في الصورة اللي جاية دي او الصورة للفيشك دي. من كتر اللي بعده ممكن يحصل هتلاقي انه الالياف بتاعت العضلات اللي موجودة في في البلدر هتفك عن بعض يعني هتبقى هتوسع عن بعض كده شايف كده في الصورة دي مسلا انت عندك بص الجدار عامل ازاي بص الالياف بتاعت العضلات الموجودة في البلدر بص بعيدة عن بعض ازاي شايف كده يعني هيحصل آآ ده معنات طيب ايه اخر حاجة ممكن تحصل معنا في البلدر بيقول لك ان انت عندك من كتر الضغط ممكن تطلع كده زوائد للبلدر يتخزن فيها البول زي ما انت شايف في الصورة دي بلوس كده دي اسمها دي اسمها فانت عندك الحاجات اللي هتشوفها في لازم ترتبهم في دماغك كده انا عندي الضغط هيزيد فبالتالي عضلة العضلة هيحصل لها وبعد ما يحصل لها مع الضغط اللي بيزيد 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 ده هيحصل فشل فيحصل ايه يحصل بعد ما يحصل العمالة كانت تزيد في الحجم ويحصل لها دي هيحصل لها بتاعتها هتفكة عن بعض يحصل تبقى وبعد كده من كتر الضغط تطلع زوائد كده موجودة جول بلدر ويتخزن فيها اليورين بيقول لك سمول داي فيرتيكولا مي ديفلوب دي الصورة بتاعت دي برضو بص الالياف ازاي بعدت عن بعض بدلا ما هي كانت عضلة واحدة لا الالياف فكت عن بعض طيب دراسنا الحاجات اللي ممكن تحصل فيه في البلدر طيب اليوريتر باقي اللي ممكن يحصل فيه هم هم اول ما الضغط يزيد يحصل هايبرتروفي اما يحصل هايبرتروفي مع زيادة الضغط هيحصل ده نتيجة الفشل بعد كده هي الشكل بتاع اليوريتر هيبقى من الزعي بيقول لك هيبقى ويد وينجيتد وتورشوس يعني فيه انحناء كده يعني ده مستقيم كده لكن ده فيه تعرجات كتير فهيبقى ويد نتيجة المية المتراكمة فيه وينجيتد برضو نتيجة المية المتراكمة فيه هيطول وهيبقى تورشوس طيب الكنديشن دي قالك اسمها ايه دي اللي اسمها الهايدرو يوريتر طيب اخش على تلات حاجة زي ما احنا قلنا ان المية هتوقع تتراكم جوة لان الكلية بتنتج اليورين واليورين مش عارف يعدى فبدلا ما هو بالحجم ده يبقى الحجم ده يبقى الكاليسز بدلا ما هي صغيرة بالشكل اللي بص الكاليسز هنا شايف هتبقى متسع ازاي وحصل لها طيب ايه بقى اللي هيحصل ليه اللي هي عندك المضالة دي وعندك بعد كده الكورتكس وايهها بيقول لك وركز على الكلمة دي كويس اوه عشان هيحتاجها بعد ايه انت عندك المية عمالة تزيد 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 تضغط على الحاجات اللي حواليها الحاجات اللي حواليها ميوصل لهاش دم كويس فهيحصل لها ايه يحصل لها اتروفي بص البرامد هنا وبزرمد هنا اه يحصل الاتروفي لللينا التوبوس and glomeruli بيقولك the tips of the pyramids undergo atrophy كيف انتشاف كده كيف التبس دي بصينا كل ده بيحصل له اتروفي وبيتأكل بيقولك بعد كده ايه next progressive atrophy of the medulla and cortex proceeds converting the kidney to thin world multilicular sac of kidney يعني ايه الكلام ده بيقولك انه من كتر الاتروفي اللي ده لو لو ما تعليكش وما تلحقيتش الكدني دي بيقولك ال progresive atrophy ده للمضلة والكورتيكس هيخلي شكل الكدني في الاخر خلاص انت بدم الكورتيكس حصل له اتروفي والمضلة حصل لها اتروفي الكدني هتبقى عبارة عن كيس آآ بيكون في آآ على شكل على شكل كدني يعني زي ما بيقولك هيكون جواها بس اللي هو اللي كان عمالي يتراكم ده فبيقولك انه شكل الكدني لو ما لو ما تلحقيتش هيحصل بعد ال progresive atrophy ده هي هيتبقى عبارة عن كيس آآ مالتيلوكيلر كله مية بس يعني هتفقد كل وظيفتها بيقولك اللي احنا عمالين نحكي فيها دي كلها بيسمها هايدرو نيفروزوس طيب ايه يا معلم بقى الكومبليكيشن الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل لي من الهايدرو نيفروزوس ودي اخر نقطة طبعا انا في الموضوع بتاع الهايدرو نيفروزوس اول حاجة ده حاجة ده ده هي جدا انت عندك الكدني عمالها تنتج بس اللي بتنتجه ده مش عارف مش عارفة تصرفه فهيقعد يتراكم جواها ويضغط على البارينكيما بتاعتها لحد ما البارينكيما دي يحصل لها اتروفي ويحصل لي تاني حاجة ممكن تحصل لي هي اينفكشن اه اه لو دخلت بكتيريا بقى اثناء المشكلة دي كلها اي بكتيريا هتخش انت عندك ده وسط ممتاز وسط فيه ركود حصل فيه اليورين متراكم فيه فبالتالي لو حصل اه لو حصل اي اينفكشن الانفكشن دي وصلها اوصل لحد الكدني وبدل ما انت عندك هايدرو نيفروزوس هايدرو نيفروزوس انت حتى الان ما ده خليتش بكتيريا تخش البكتيريا باشا وتعمل لك بايوني فروزوس يبقى موضوع فيه بس وما الى داك اه بعد كده اخر حاجة ودي اللي ممكن نتكلم فيها شوية هي السكندري هايبرتينشا توقف في البداية كده يعني لو ما فكرتش فيها تقول طب ليه هايبرتينشا ايه اللي حصل يعني فكريين لما قلت لك افتكر انه انه بيحصل اسكيميك اتروفي طيب لما يحصل اسكيميك اتروفي اي لما تحس انه بس ان الخلايا بتاعتها مش وصلها دم كويس بتعمل ايه بتبعت انزارة على طول وتبعت لي تطلع يا باشا والرينين يطلع ويشتغل السيستم ده يحاول يعمل يزود ضغط الدم جوه الجسم فبالتالي يعمل لي سكندري هايبرتينشا الكيدني ده احنا الكلام ده شرحناه في محاضرة من محاضرات الفرما ممكن ترجع تقص عليها بالتفصيل بس اللي انا اقدر قولك عليه دلوقتي انه سكندري هايبرتينشا ده بيكون ناتج عن انه الكيدني اه اول ما تحس ان هي ان الخلايا بتاعتها مش وصل لها دم كويس تبعت على طول الراس سيستم ده الراس سيستم ده يعتبر من اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل لي هايبرتينشا وبيكون سكندري لانه ده بيكون ناتج عن ان المشكلة دي خاصة بالكلية مش مشكلة خاصة بالبلاتريسلس نفسها بس كده خلصنا اول جزء معنا النهاردة وهو يعتبر من اكبر اجزاء يعني فيها الخاص بالهايدرو نيفروزاس هانيجي ونخش بعد كده في موضوع نبدأ دلوقتي في الجزء التاني من المحاضرة الخاص بالرينال كالكيلاي او الحصوات بتاعت الكليان اه ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لحصوات الكليان كم؟ طب زي ايه الاسباب دي؟ اول حاجة استيزيز تيزيز معناها ركود طيب.قي لا ساءبيني المسال احنا لما نشوف لو في اي مشكلة قدت لان يتراكم ده هيدد فرصة ان الاملاح اللي جواها تتجمع مع بعض وتعمل لي والكريستالز دي تعمل لي او دي نقولنا الاسباب كده بشكل مجمع وهندرس كل سبب فيهم بشامل التفصيل في اللي جاي. اول حاجة زي ما انا لسه قيل انت لو عندك مشكلة مثلا اه عامل زي مسلا اي سبب يخلي يتراك من جوه يدي وقت لان الاملاح اللي جوه ده تتجمع مع بعض وتعمل لي ستونز او كريستالز. تاني سبب اه زي مسلا الناس اللي بيحصل لها مسلا الناس الكبيرة للناس الكبيرة في السن اللي ممكن يحصل لها كسرة او كده بتقعد فترة طويلة اه على السرير ما بتتحركش. ده برضو بيدي فرصة لان اه يحصل والستيزيز ده يسهل او ترسيب بتاع اه وممكن كمان يعمل لي بعد كده تاني سبب معناه هو طيب ده سبب منطقي جدا انت عندك اه عندك مية وعندك ملح لو زاد النزل لو الملح لو لو تركيز الملح ده جاء زاد جوه المية الملح ده ممكن يترسب. طيب حالة دي ممكن تحصل امتى? ممكن تحصل حالتين يعني بديهي تين جدا. لو انا بشرب مية قليل او لو انا بخسر مية كتير. لو انا بشرب مية قليل زي. الناس بتشربش مية كويس ده معرضين اللي يحصل لهم حصوات. او اه الناس اللي بتشربش مية مسلا واحد بشربش مية كويس. وعايش في جوه حر وبيعرق فيه كتير. طيب ده معرض اكتر واكتر واكتر ان يحصل له اه ستون فورميشن. تالت حاجة ودي اعتقد اهم سبب اه ممكن نتكلم فيه النهاردة هو الانفكشن. الانفكشن. ليه الانفكشن ممكن يعمل لي ستون? عندك سببين. اول حاجة لانه الانفكشن بعض البكتيريا بتعمل لي في بتاعت اليورين. طيب اول ما يحصل بتاعت اليورين. اه بعض العناصر او بعض المركبات بتترسب اه في وسط مسلا ممكن يكون اه في عالية ده بيرسب بعض المكونات وبالعكس صحيح لو بوسط في اه الكلينتي عالية ده بيرسب في حاجات تاني. يبقى عندك اول سبب للانفكشن ممكن يعمل لي آآ آآ انه البكتيريا دي تعمل لي بتاعت اليورين. فبالتالي هاتفاسيليتيت بتاع وجيب لك هو مسالين في المحاضرة. اول حاجة حاجة البيو جينيكو كاي. قالك البيو جينيكو كاي دي بتكسر اليوريا وتحولها لي لامونيا. ومعروف انه الامونيا من من الحاجات اللي بتسبب آآ طيب. ايه اللي ممكن يترسب في الوسط ده? الفوسفيت آآ ديبوزيشن. الاملاح بتاعت الفوسفيت ممكن تترسب في في الوسط لما يتحول آآ في البول. ده ممكن يبقى وسط مناسب انه ااملاح الفوسفيت تترسب فيه وتعمل ليه ستونز. طيب. النقيد بقى على النقيد ايه البكتيريا اللي ممكن تعمل لي عندك قال لك مسال اللي جايب قولك حاجة اسمها باسيلس كولاي. باسيلس كولاي دي بتعمل لي والاسيديتي دي بترسب لي نوعين تاني من الاملاح. عندك نوع اسم وعندك النوع التاني اسم وليوريت. وليوريتك يبقى انت عندك المثالين دول عشان تسبتهم في دماغك كده. تكسر لي اليوريا تحولها لي الامونيا ومعروف انه الامونيا دي تخلي الحاجة القلوية او الحاجة القلوية دي يترسب فيها املاح الفوسفيت. على العكس الباسيلس كولاي. الباسيلس كولاي دي تعمل لي والاسيديتي دي بيترسب فيها حاجتين. وليوريت. تسبتهم كده في دماغك تقرأهم كمرة مع بعض هيثبتهم معك. آآ بعد كده بيقول لك ايه السبب التاني اللي ممكن يخلي الانفكشن تعمل لي آآ بيقول لك انه آآ غالبا بتعمل لي والنواتج بتاعت الانفكشن ده زي مثلا اللي بيتقطعوا وبيقوا ده او او الجلاطات التجلاطات الدموية او نفسها ممكن تشتغل يعني ايه? يعني انت او ما يحصل بعد ما يحصل معروف انه بيحصل له وبيينزل وبتات كلوتس وحاجات زي كده. الحاجات دي ممكن تشتغل او زي ما نقوله كده حجر اساس يتكون حواليه باقي الستون. آآ موضوع ده عشان ما تخشش فيه يعني ما تتعبش بنغك فيه جامت. عبارة عن هي الحجر الاساس اللي بيتكون حواليه باقي الستون. الحاجات اللي انا بقولك عليها دي تشتغل ان هي ممكن يترسب عليها الاملاح وتكون لي الستون. آآ رابع سبب معنا من الاسباب اللي ممكن تعمل لي آآ هي ودي حاجة منطقية جدا. آآ انت ربما يكون مسلا آآ عنصر معين موجود في الجسم موجود بنسبة معينة. لو انا زودته العنصر ده هيزيد او هيينزل فين? هيينزل مع الستول هيينزل مع الحاجات اللي بتنزل مع كل ما تركيزها يزيد في كل ما تركيزها يزيد وهي طبيعيا المفروض ان هي ما تكونش موجودة في هيصال لها آآ هيصال لها ترسيب. الترسيب بتاعها ده يخليها تكون تكون لي طيب. الامثال اللي عندنا ايه? قال لك الهايبر بارتيوروديزم. diu عروف ان البرتهيرويد هرمون آآ بيشتغل ان هو يزود لي الكالسيوم في الدم. اول ما يجيل الكالسيوم في الدم. اول ما يوصل للكلية الكلية آآ تعمل شوية تعمل شوية منه وآآ آآ يعني تسترجعه. والشوية اللي باقين تenga مacunه في اليورين والشوية اللي باقين تكون فراق آآ مياه في اليورين ذول في حالة بيكونوا كمية كبيرة. فنسبة ان هم يترسبوا جوه جوه الكليا او جوه اليوريتر او جوه تكون نسبة كبيرة. بتعمل تاني مثال بيقول لك في الاوكزالوريا دي بتحصل امتى الناس اللي بتاكل طواطم كتير الناس بتاكل سابقا اخو الحاجات ازاي كده. املاح الاوكزاليت دي بتكون عالية فيها. فالحاجات دي توصل للكليا ومن الكليا موقع تنزل في اليورين وفرصة ان هي تترسب بعد كده لان انت اخذها بكميات كبيرة بنسبة ان فرصة ان هي تترسب بعد كده بتكون اه فرصة عالية. فممكن تعمل لي اوكزاليت ستونز. زي ما انا اخب بعد كده. وعدك بعد كده ثالث مثال كاتبه لك سيستينوريا. ايه سيستينوريا دي يا باشا? بيقول لك دي يعني ده مرض وراثي اصلا. بيحصل في ايه? معروف انه اه نوعين. نوع جسمك بيكونه. ونوع انت جسمك ما بيكونوش وبتضطر تاخده من الاطعمة وبتاخده من المصادر الخارجية. والحاجات دي بتسمى في الطبيعي. الانسان الطبيعي دي الانسان ما بيرميهاش. ما بتخلصش منها. في بتكون مرض وراثي بيحصل بيخلي ان دي زي بتفقد مع البول. وهي من الطبيعي ان هي المفروض ما تكونش مابقود جوه اليورين. اول ما تزل جوه على اليورين. تحصل لها اه تعملي كريستالز وتكونني من بعد كده ستونز. فتعمل لي سستين اه ستونز او سستين كريستالز. يبقى السيستينوريا تعتبر بتحصل لي عند الناس بيحصل عند ناس بتكون عندها مشكلة وراثية. انه بيكون فيه انه الطبيعي انه هو ما ينزلش السستين في البول وبقية الاستيتش على ما ينويسد. لكن الناس دي جسمها بيتخلص من السستين بانه ينزله في البول. وسستين ده يجي في البول تكون لي كريستالز وكريستالز تكون لي ستونز. نروح لاخر سبب معنا وهو آآ 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 وجود نواة آآ يتكون عليها باقي الستون. بيقول له. وجود نواة زي مسلا زي ما احنا قلنا في البثال اللي فات. ان انت عندك لما يكون في النواتيك بتاعتها ده بتشتغل كنواة يتكون حيترسب عليها باقي الاملاح وتعمل لي بعد كده ستون. بنيجي نهارة كده سوا. ايه المواد اللي ممكن تشتغل كنيوكلياي? بيقول لك الارجانيك ماتيريالز زي اللي احنا لسه اي لنهم دول اللي وما تشدد ابيثيليم بلات كلوتس فيبرين. وحاجة مهمة جدا البلهريزيا الاوفا. البلهريزيا الاوفا ممكن تشتغل كنيوكلياس. عشان كده الناس اللي بيكون عندها بتكون معرضة بشكل كبير ان يحصل لها ستونز. وبقول لك قاعدة كده مثال التاني. خاصة الناس اللي بيكون عندها يبقى دي بتشتغل كنيوكلياس يتكون عليها يترسب عليها باقي الاملاح وتعمل لي ستونز. زي ما انت شايف كده. هي عندك هده نيوكلياس جوه والسيرفس هو اللي بتكون عليه باقي الاملاح تترسب عليه. زي في الصور كده. خش بعد كده في بتاعت عندك عندنا نوعين. نوع اسمه او وده بينتج بشكل اساسي من انه حاجة معينة زادت في زادت في وهي المفروض ما تزيدش في الزيادة بتاعتها دي تخليها تترسب. تمام? دي او تاني مثال عندنا هي او دي بتنتج عن اه انه يحصل بعد ما يحصل الاملاح دي تترسب. تمام? احنا عندنا او الميتابوليك ستونز علينا لها اه تلات امثلة. اول حاجة تاني حاجة تالت حاجة ستونز. وبعد كده عندك او اه مثال واحد بس اللي هي عندها اللي هي عندها هو لما بلصوا في الارقام كده زي ما انتم شايفين انه هتلاحظون دي اكتر نوع من الحصوات انتشارة هي وبعد كده تالي حاجة هي الفوسفيت والتالت حاجة واخر حاجة اللي هي الندرة اللي هي النتجة عن اللي احنا لسه إليها هي سستين ستونز. هناخد دلوقتي كل نوع من الانواع هناخد عنه كلمتين كده يوضحون الفروق ببين الانواع المختلفة من دي. اول حاجة واشهر حاجة طبعا لغزالية ستونز. انا هقول لكم كلمة كده لغزالية ستونز دي لازم تعرف ان هي الوحشة وسودة وشغيرة كل حاجة وحشة فيها. ليه? اول حاجة هي وحشة لان لها زي ما انتم شايفين كده شكلها يعني شكلها واحد وسيء لو انت وصلت عليها كده لو دي ماشية في مجربول هتقعد تجرح فيه. هتقعد تجرح فيه وتعمل لي مشاكل وتعمل لي اه تعمل لي مشاكل كتيرة. ثاني حاجة وحشة ليه? لان هي بتكون مالتبل مالتبل ليه? يعني اه غالبا لما بتتكون ما بتتكونش واحدة لوحدها. لا ده بتكونوا جماعات مع بعض والجماعات دول يتحركوا مع بعض. اعملوا لي مشاكل وتجريح وقلم فضيع. اه بعد كده اه انا قلت لكم وحشة وسودة وشغيرة كل حاجة. عارفنا ليه وحشة وليه شغيرة طب ليه سودة لان هي لونها غالبا بيكون او طيب. نرتب الكلام اللي احنا قلنا ده ونقرأ النص اللي قدامها. بيقولك ان هي بتتكون غالبا من الكالسيوم اكزاليد يبقى هي املأ اكزاليد ستون طبعيا ان هي تكون املأ حيلا وبيكوننا غالبا كالسيوم اه بيقولك بتتكون فين? ونركز في النقطة دي ان هي بتتكون ركز في دي لان هي فرينال بلبس. مكان التكوين بتاعها. طيب. بتتكون في اليورين اللي بتتكون فيه بيكون غالبا اسد ولا اسدك ولا الكلين ولا ايه? غالبا بتتكون في اسدك زي ما احنا لسه ايلين من شوية. في الخانة بتاعت زي ما قولتلكم. عندك بتعمل لي ايه? بتعمل لي تخليلي الوسط فبالتالي ترسف فيها الفوسفيت. اما دي بتخليلي الوسط بتاع اليورين اسدك. والاسدك ده يترسف فيه. يبقى هي بتتكون في اسدك. وغالبا ما بتكون يعني بيكونوا كزا واحدة مع بعض ما بتكونش واحدة. حجمها صغير وبتكون هارد فهي ناشفة زي ما انت شايف كده بيها يعني شكلها من برة كل شوق كده وشكلها واحد ويعني يخذك. وغالبا هي النوع الوحيد ودي تركز عليها طبعا. نحن قلنا هي وحشة وشريرة وخطرة لان هي اللي ممكن تعمل ليه هيموريج. ومن هيموريج ده التجريح اللي بتعملها ده ممكن يعمل ليه حاجات تاني كتير. فهي. اه بعد كده بيقول لك ايه? طب هي ليه لونها اسود او ليه لونها لان هي بزي ما احنا بقولها هي بتعمل هيموريج. فبالتالي او الدم اللي بينزل عليها ده بيصبوها ويخلي لونها دارك بلاون او او بلاك كالر. احنا تلخصناها في كلمة ان هي وحشة وحشة وشريرة وسودة. وحشة وشريرة لان هي ليها وشريرة لان هي ممكن تعمل ليهيموريج. وغالبا ما بتكون ما بتكونش واحدة لوحدها. فبتيجي يعني بيتجمعوا على البني ادم كده ويروحوا عليه جماعات. وآآ سودة لان هي لونها غالبا بيبقى سود او دارك براون. واهم حاجة ان هي بتتكون في وسط اسدك. تاني نوع معانا. وهو دي غالبانة وفي حالها ومية مية بس غدارة. ممكن تعمل لي مشكلة في حالة معينة. هنفهم من دلوقتي. بيقول لك ان هي يزيد ممكن يعمل لي يوريت ستونز. او يوريك اسد ستونز. والسوديوم يوريت والامونيوم يوريت. يبقى كلها املاح يوريت ويوريك اسد. آآ بيقول لك ايه? بيارضو بتتكون في البلبس. انت كاليسز. يبقى زي اختها اللي فاتت. يبقى اللي اتنين البرايماري الموجودين عندنا اللي هم اللي اتنين بيتكونوا في وسط اسدك. آآ دي ليه غالبانة وفي حالها وحلوة كده لان هي غالبا ما بيكون سنجر بتيجي واحدة بس. ومدريت لي هارد بتكون شناشفة ممكن تتفتت. وبتكون راوندد. بتكون اوفل. ولونها مش وحش. لونها مش يسود زي التانية. يعني لونها بيكون يلوش براون. هقول لون روش يعني عازل بس احنا بنتكلم انه آآ عشان تعرف تفرق بينهم مع نفسك انه دي طيبة ودي وحشة. وغالبا ما بيكون لها سموت اوتر سيلفز فبالتالي ما بتجرحش فما تعمل ليش همرش. طيب. ايه بقى الغدر بتاعها? ان هي ممكن ممكن تكبر في الحجم. وتاخد بيقول لك. هنا بقى النقطة اللي هي بتبقى غدرة فيها. ان هي ممكن حجمها يكبر. وتاخد شكل كله. والكاليسس كلها. فتسدلك الكدني كلها وتعمل لك. طيب شكلها ايه? آآ ستون دي. دوس كده الصورة الجاية. دوس يا باشا. شايف شكل الستون عامل ازاي? شايف سده? البلفس كله ازاي? شايف شايف سده الكاليسس برضو ازاي? قفلت المكان كله. عشان كده انا بقول لكم ممكن تكون غدارة. لأ في الحالة دي على طول هتدخلك. هدي الكاليس شال. بص حجمها ازاي? بص 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 حجم الستون. دي فهي حلوة او مية مية بس غدارة. تعمل لك دي بقى مقارنة بسيطة عشان تعف تفرق بين النوعين بتوع دول. وهما دول النوعين الكبارة. ستونز لسه ما اخدناها هاش بس هي يعني عليها كلمتين. دول دول المهمين ودول اللي اللازم تفرق بينهم عشان عليهم اسئلة كتيرة. اول حاجة بتتكون من ايه? هنا بتتكون من يوريك اسد تتكون من يوريك اسد وصوليوم يوريت وامنيوم يوريت. طيب. اللي اتنين بيتكونوا في اسيليك يورين. اللي اتنين اللي بيتكونوا في البلفس بس تركز ان هي بيلفيس وكاليسس. الاوكزاليت زي ما قلنا وحشة وصودة وكل حاجة وحشة فيها لان هي بتكون ملتبل فبتالي بيبقوا جماعة على البني ادم. التانية آآ بيتكاتروا عليه يعني. التانية اللي بيتبقى سنجل. بيكون لها رافس باين سيرفس بتكون بتجرح وتقذي. لكن التانية بيكون لها سموز اوتر سيرفس تعدي بالراحة. دي بيكون لونها دارك براون او بلاك كالر بيكون شكلها اسود وحش كده. دي بيكون شكلها يقولوش براون. لونها يعني مش مش مؤذي. دي بيكون آآ بتعمل لي وضغطة منطقي لان هي ليها رافس باين سيرفس. دي ما 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 قالكش ان هي بتعمل هي. انما دي ممكن تكون غدارة وتعمل لي ايه? اللي احنا سايلنا عليها. دي مقارنة بسيطة تفرقلك بين الاتنين. لازم تعفل الوجزاليت وحشة. واليوليت طيبة. عشان تعرف تذكرهم في المتحانكب. اخر حاجة آآ في البرايماري ستونز او هي سستين ستونز. ودي اللي احنا لسا قيلين عليها في حالة السستينوريا. ان هي بتنتج من الناس اللي بيكون عندها بتاعت السستينوريا. والستون هنا بيقولك ان هي بتبقى سوفت ويالوش جرين. فيها يعني شكلها خفيف يعني. دي يجي بقى للنوع بتاعت السكندري او الانفكتد ستونز. ايه المسال اللي اللي انا عندها الفوسفيت ستونز. لو تفتكروا من بتاع الانفكشن اللي كنا بنقول ايه? ان الفوسفيت ستونز بتنتج من وسط الكالين. فهي مختلفة عن الباقيين. وبتنتج من حاجة مسلا زي زي الانفكشن لما تحصل بالبيوجينيك اه كوكاي. طيب. يبقى انت عندك. بتتكون من ايه? كومبوزد اوف كالسيوم اوف فوسفيت. ايه? التانيين كانوا في البلوز والكاليسيس دي مميزة ان هي بتتكون جوه البلدر. طيب. اه بتتكون اه في الوسط ايه? في الوسط يكون ويكون الكلين. يعني يكون في اه مسلا بكتيريا معينة تكسرلي اليوريا تعمللي امونيوم. فالأمونيوم ده يخلي الوسط فتتكولي تترسف فيه العملاح بتاعة الفوسفيت دي. طيب. ايه الوسط تاع دي? بتكون يعني نسبة او او زي ما في الصورة كده. وبتكون لونها ابيض. وبتكون لها مش مؤزية او يعني من برا. وغالبا ما بتكون يعني اه حشة. اه بتاعها تكون اه بيقولك انه بيقولك انه في حالة في حالات مسلا اني انت واحد عنده او او المفروو المعروف ان همم بيتكونوا في البلفيس والكاليس لو واحدة منهم لو حاجات منهم وصلت للبلودر ممكن وحصل عليها ممكن الفوسفيت املاح الفوسفيت بعد كده تيجي وتترسب عليها وتعملي حصوة اكبر واكبر واكبر تتكون جوة بس دي الكلمتين اللي انواجدين على الفوسفيت ستون كده احنا اخدنا كل انواع ايه بقى او اللي بتنتج من الوجود دي اول حاجة ودي منتقية جدا بين انت عندك حاجة من المفروض ما تبقاش موجودة في المكان ده عندك حصوة صدلك المجلة على طول هتعمل لك بين عندك مكاني كان وجود شيء زي كده اصلا في مكان في مكان المفروض ان هو مجرى لساء المعين زي اليورين دا يدايق دا يعمل يجرح دا يعمل لي مشاكل كتير طيب احنا لسه قيلين ايه ايه اشهر ممكن يحصل اللي احنا ايسا بحكينا عنه من من شوية ده طيب ايه بعد كده رابع حاجة ممكن تحصل ممكن يحصل ان انت عندك دي حاجة سدلك المكان ده فبالتالي ممكن تعمل لك الاستيز ده يبسط سهل جدا من البكتيريا يعني تنتشر فيه وتعمل احلى شغلة لها وهدرس دلوقتي كل حاجة من دي اه بشي من التفصيل يعني اول حاجة البين البين بيقول لك بيكون غالبا نوع من نوعين لو هي هيعملك نوع من انواع البين اسمه ما عليك من الاسماء دلوقتي اه البين انواع كتير جدا يعني بس انت اللي عليك تعرف انه لو هي هتعمل لي لو اه نوع تاني اسمه اللي هو المرس الكالوي اكيد تسميته الكلمة دي قبل كده اه ده بينتج من ايه اول ما تكون في ستون جوه اليوريتر اليوريتر يعني عضلاته بتشتغل باقص ما يمكن عشان تخلي الحاجة اللي سدها دي تتحرك من مكانها زي ما يقوله تسلك اليوريتر كده وينزل للستون الجوه فالكونتراكشن بتاع اليوريتريك ماسلز ده ده اه ده نفسه هو اللي بيعمل لي الالم بتاع يعني انت عندك لو في حصوة واقفة جوه اليوريتر ومش رضي تتحرك يوم اليوريتر شغال باقصى ما عنده الشغل بتاع اليوريتر ده يعمل لي الالم بتاع اليوريتر طيب نخش على تاني حاجة وهي المكانيكا الاريتيشن المكانيكا الاريتيشن ممكن يعمل لي ايه ممكن يعمل لي اول حاجة زي اللي احنا لسه اخدينها في هو يعمل لي هيموريج هي تمشي وتجرح في المسار بتاعها الاموريج اللي بتعملو ده يخلي الدم ينزل جوه اليوريتر يعمل لي هيماتوريا كل ده كلام منطقي للغاية ممكن يعمل لي انت عندك التجريح ده كل والحاجات اللي بتتعمل دي ممكن يتكون باسل ما يكون ممكن تعمل لي حاجة تاني تعمل لي سكويمس ميتابليزيا انت عندك مسلا جوه انت عندك حاجة عملت جرح جوه من كتر التجريح ممكن الترانزيشنال ابيسيليا من الموجود جوه البلادر ده يحصل له ميتابليزيا ويتحول سكويمس ميتابليزيا من المعروف ان هي من الحاجات تعتبر اللي ممكن بعد كده تعمل لي بسهولة ممكن ايه تاني ميكانيكا يعملوا لي ممكن يعمل لي ممكن يعمل لي ايه تاني اللي احنا لسه بنقول عليها دي اللي بتنتج من بعد يبقى انت عندك ميكانيكا عاجات تاني بلو نخش على تالت حاجة معانا وهي اول حاجة ممكن نتكلم فيها كل الحاجات اللي ممكن تحصل في ممكن نقلع هنا اول حاجة يحصل زي ما قلنا في ويحصل زي ما قلنا زي ما قلنا العلياف تبعد عن بعضها يحصل جوه البلادر انه البلادر تطلع لي زي غرف تاني جواها كده عشان تقلل تحاول تقلل الضغط يحصل لي يحصل لي واخر حاجة معانا ممكن تحصل لو قتل لستون وراح توقفة وحلفة ما تعد تعمل لي ان هي الستون دي تقفل تماما وتعمل لي بالتالي زي ما احنا قلنا لو حصل والموضوع ما بيش متقطع بي دائم على طول المريض هيخش في وشكرا بالسلامة الكلية وقفت ومن بعد كده هيحتاج يعمل غسيل الكلوي واخر حاجة معانا في او بتاعت الرينا الكالكولاي هي الانفكشن الانفكشن تلاقي الوسط مناسب لانه مفيش مفيش يعني وسط مريح جدا بالنسبة لان هي تشتغل فيه يعني ده العزة ما بيقولوا ليها كده تقوم باشا بقى وصلت تعملك وصلت تعملك 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 حاجات تاني كتير دي كل الحاجات الخاصة بالموضوع بتاع ابدأ دلوقتي في الجزء التالت من المحاضرة والاخير والخاص بي يعني اللي بيحصل في واي في الدنيا معروف انه بيكون نوعين يا اكيوت يا كرونيك طيب الاكيوت انفلميشن اه هناخد فيه زي ما قلنا هو بيكون اكيوت او الاسباب بتاعته من المفروض انه الميكوزة بتاعت بتكون الانفكشن لك في بعض الحالات بيحصل لما تخش ارجنزم زي دي اشهر حاجة بتعمل لي واستفيل كوكس سريبتوكوكس جونوكوكس والبسلس ايه اللي ممكن تعمل لي ده معروف ان احنا عندنا تلات انواع من الحاجات اللي ممكن توصل لي الانفكشن اول حاجة من اي مكان قريب لها حصلت مشكلة في اليوليتر ممكن توصل لي على طول حصلت مشكلة في اليوليترا ممكن توصل لي على طول حصلت مشكلة في البروستات حصلت مشكلة في الكيدني كل ده سهل ان هو يوصل بالدايريكت سبريد تمام تمام تاني سبب اه ممكن يعمل لي او تاني ما صار ممكن يعمل لي انفكشن ده اي بلفك ارجن ممكن يكون مشترك مع البلودر في بتاعها يعمل لي على طول الموجودة فيه تلات حاجة وهي الاشهر او بلاش اقول الاشهر اللي ممكن تحصل اللي ممكن تحصل بسهولة من حماكن بعيدة هي مش الاشهر هي اللي بقى انت عندك يعني انفاتيك يا بلاد بورن زي حاجات تاني كتير. اما بقى الاشهر اللي انا اقصد فعلا هي تكون الاشهر هي ان العدوى تحصل عن طريق اليوريثرا عن طريق ايه عن طريق تركيب الاسطرة هي تقريبا من اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل لي او ممكن تعمل لي مشاكل في اليوريثرا ومشاكل في لان هي بتبقى الداخلة من خارج الجسم فبالتالي بسهولة جدا ممكن تقش تلتش اي بكتيريا من برة وتقوم دخلة بيها الجوة تعمل لي بقى احنا عندنا تلات اسباب المعروفين والواحدة هي المخصصة للحالة بتاعت وهي الكاثرتايزايزايشا يعني ايه الحاجات اللي ممكن تسهل الطريق انه ممكن يحصل لي اكيوت سيستايتس اول سبب وهو برضو يعني اللي دخل في كل حاجة هو اي سبب يخلي يعمل لي ركود لو في بلها زيازس جوا في البلدر سهل جدا ان هي تعمل لي ركود ويحصل عليها بسهولة جدا ويعمل لي اكيوت سيستايتس لو في بستراكشن لاي سبب من الاسباب سيناي البروستاتيك هاي باب بليزيا اي حاجة ممكن تعمل لي سهل جدا ان هي تعمل لي يخش عليها وتعمل لي آخر حاجة ده برضو ممكن يعمل لي زيازس زي في حالة ايه اللي ساينين عليها من شوية شرحناها في احنا عرفنا ان مش بيكون عليها كنترول فبالتالي اول ما بيحصل او اول ما بتفضي لانه ما فيش كنترول فبالتالي البلدر ممكن ما تفضاش للاخر يتبقى كمية جوه فالكمية اللي جوه دي يحصل لها ده سهل ان يحصل عليه اي فبالتالي احنا عندنا اسباب المذكورين واي سبب ممكن يعمله زي في حالة لان بيحصل تاني سبب معانا ممكن يسهل انه يحصل هو لما يحصل في اي اورجان جنبه اي اورجان قريب من البلدر زي ايه زي الكيدني زي اليوريتر زي البروستات زي الفاجينا زي السيرفيكس زي الانتستة اي من هنا ممكن ينتقل ان هو يوصل لو في في المنطقة دي لو حصل ضربة معينة للمنطقة بتاعت دي مثلا زي ما بيحصل في اثناء ممكن يحصل اثناء تركيب القسطرة بشكل خاطئ ممكن يعمل لي تعمل لي تعمل لي ايه ايه اكيوتس سايتس لان هي بتئز الميكوزة اا اول ما مسلا حد اا مريض يتركيب له قسطرة بدل ما الشخص بيركبها لو يركبها له بحرص لا اركبها بطريقة غلط حصل للميكوزة الميكوزة دي اا سهل جدا انه يحصل لي عليها ان تأزت دي اخر حاجة معنا هي ايه دي دي اي مرض اا مزمن اللي هو مصاحب للانسان بيعمل له تدهور في حالته الصحية بشكل عام زي ايه زي الزهايمر زي الدايبيتس ميليتس والاشهر طبعا هو دي برضو من الاسباب اللي ممكن تعمل لي لان هي يعني السكر حرفيا بيأثر على كل كل الحاجات الموجودة في الجسم من يعني حتى الشرايين بيأثر عليها اا ما خش بعد كده في بتاع ايه اللي انا هشوفه في ده ايه يبقى اي حاجة هشوفها في اي ايه اكيوت يقول لك ايه انه هنا مبيكونش من نوع معين يعني هو ممكن يكون كطارة زي اللي بيحصل في النوز زي اللي بيحصل في بشكل عام ممكن يعني يعمل لي بس كتير جدا ممكن يكون كمان ينزل لي في ينزل لي في دم ممكن يكون ممكن يكون يعني مفيش حاجة معين مفيش نوع معين من انواع ممكن يحصل لي لا ده هو اي نوع ممكن يحصل والانفلاميشن ده ممكن يضم الميكوزا او كمان الول كله. يعني مش مش الطبقة بتاعت الميكوزا او البس. لا ده ممكن يوصل لحد اخر الول. طب يقول لك هتشوف ايه? الحاجة عادة بتاعة. اشوف ايديمة في الميكوزا وممكن يحصل لي اشوف ايه. طب الساب ميكوزا ممكن نشوف فيها ايه? برضو. ممكن نشوف فيها ممكن نشوف ايديمة. ممكن نشوف كمان انفلتريشن للبوليموفس. ودي حاجة طبعا معروفة في الاكيوت انفلاميشن. انه بتاعها بتاع الاكيوت انفلاماتوري سيلز. زي ايه. ديقول لك بقى لو البكتيريا دي ممكن تخليلي اليورين يتحول زي ايه? اللي احنا لسه اقيلنه من شوية. زي اللي هي بتكسر لي لامونيا. الامونيا تخليل وسط وممكن بعد كده يتخلي اه املاح معينة تترسب زي املاح الفوسفيت. بتعمل لي ستونز. طيب كلينكالي بقى ايه اللي انا هشوفه على المريض? المريض هيجي يقول لي ايه? يقول لي انا بدخل حمام كتير هتزيد عنده. فبالتالي هيحصل له مكتوريشن. هيحصل له الام اثناء المكتوريشن ده. الام اثناء التبول. اسمها دي سيوريا. هو لما يتعمل تحليل حيتشاف انه في بص قوة اليورين نفسه. يبقى اسمها بايوريا. يبقى كلينكالي انا هشوف ايه? هشوف الفريكونسي هتزيد. عدد المرات يعني. والده هيحصل له دي سيوريا الام اثناء المكتوريشن. ويحصل له بايوريا. يبقى في بص جوة اليورين. كده خلصنا نخش على الكرونيك او الكرونيك سيستايتز. الكرونيك معروف انه ليه تقسمتي. تقسم اسمها كرونيك كرونيك سبيسيفك سيستايتز. او كرونيك سبيسيفك سيستايتز. يعني ايه سبيسيفك? يعني انا سبيسيفك. يعني ما فيش سبب محدد عمل ده. ما فيش باكتيريا معينة. هي اللي عاملها لي الكرونيك ده. انما في في لا ده سبيسيفك يعني محدد محدد لسبب معين هو المتسبب في المشكلة دي. طيب زي ايه? هتشوف في اللي جاي. نبتدي الاول بالكرونيك ده بيقولك سببه ايه? ده بيقولك فولوز اكيوت سيستايتز از كرونيك يعني هو غالبا ما غالبا وهو الاكسر يعني انه هو ما لو لو حصل اكيوت ده ما تعليكش. وعد مدة اطول هيتحول لكرونيك من سبيسيفك سيستايتز. الباثولوجي ايه اللي انا هشوفوه? بيقولك انه الميوكوزة برضو هيتشاف فيها كونجيشن وايديمة وهيتشاف فيها ايه انا حاجة مميازة اسمها تمام? تمام. وايه بقى الحاكتين المميازين جدا 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 للكرونيك ده. بيقولك ممكن تحصل حاكتين. حاجة اسمها سيستايتز سيستيكا وسيستايتز جلانديولاريس. ايه سيستايتز سيستيكا والسيستايتز جلانديولاريس دي. انا عايزك تركز في المقطع التاني. سيستيكا. سيستيكا معنى ايه? معنى كده انه فيه ممكن سيست. ايه اللي بيحصل في السيستيكا? في السيستيكا من اسمها كده بتتكون فيها سيستز او يعني زي اكياس كده تتكون تحت طبقة الابيثيلية. وهوريكو صورة لها. هي الصورة. ادي طبقة الابيثيلية. بص كده تحتها هتلاقي انه بيتكون سيست 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 او فيزيكا سيست سيست. المنظر اللي انت شايفه ده هو المنظر بتاع السيستيكا. ودي بتحصل مع سيستايتز. اما بقى سيستايتز جلانديولاريس برضو ركز على المقطع التاني من الاسم. لو بصيت هنا هتلاقي انه الترانزيشنال ابيثيليام الطبيعي اللي المفروض يكون جوه بيتحول شايف كده الترتيب بتاع السيلز بيقى عامل ازاي? كأنها مكونة الشكل بتاع الجلانز. شايف شايف شايف? شايف الحاجات دي? شايف كل ده? كأنه يبقى في سيستايتز سيستيكا بيتكون سيست تحت الابيثيليام. اما في السيستايتز بيتكون لي الترانزيشنال ابيثيليام اللي موجود جوه بيتحول لي آآ آآ ابيثيليام. نرجع عامل جوعنا. الصب ميكوزة بقى بيحصل فيها ايه? التأتل لو فكر في كان بيحصل في اما هنا هيحصل آآ آآ بي الليمفوسايتز والبلازما سيلز والماكروفيدز اللي هي اه هيحصل لها ايه? زي ما معروف انه في هيحصل لي وهيحصل لي وبعد ده كله هيحصل لي هيلنج بايه? هيحصل لي هيلنج بالفايبروزز فبالتالي حجم البلادر نفسه هيقل لانه بدل ما هو كده لأ ده حصلوا فانكمش فبيقيت فبيقيت البلادر هنا بتسمى كونتراكتد بلادر يبقى لما نلقع باثولوجي تاني بتاع هنلاقي انه ايه? الميكوزة يحصل لها ويحصل لها واهم حاكتين ممكن يحصلوا هما والسيستايتس ما عليكمش حاجة منهم يعني دول هما موجودين عندكم كلمتين بس انا وردتكم الصور دي الصور مش عليكم يعني بس انا وردتها لكم بحيز تعرفوا ايه الفرق بين الاتنين طيب الساب ميكوزة بقى آآ بيحصل فيها ايه? بيحصل زي المسر اللي ايه بيحصل لها ايه? بيحصل لها طيب بيقولك بيحصلوا ايه? بيحصلوا فيبروزز زي ما احنا قلنا بيحصل بالفايبروزز فبالتالي البلادر هيقل لان البلادر حصل لبيقيت كونتراكتد وبيقى حاجمها اصغر هادي صورة السيستيكا وادي السيستايتس جلانديولاريس اخر حاجة معنا هي بتاعت الكرونيك سيستايتس الكرونيك تحديد يحصل لي انه الانفكشن الانفلميشن قصدي يطلع لي الفوق ويعمل لي يوريترايتس يعمل لي بايلونيفرايتس آآ ممكن بعد كده الفوسفات آآ فوسفات ستون فوميشن زي الحالة اللي قتلكم عليها لو آآ لو في بكتيريا آآ يوريا سبلتينج تقصلي اليوريا الامونيا ويبقى الوسط وتتكون عليها وممكن يحصل لي كوبلاكيا طيب الكلينيكا اللي بقى ايه ايه اللي انا هشوفه هم هم اللي هشوفهم في الاكيوت آآ سيستايتس هتزيد هي بقى في ديسوريا هي بقى في بايوريا اخي سلايد معنا وهو الكرونيك سبيسيفك سيستايتس الكرونيك سبيسيفك سيستايتس كيتب لك بس انه تفهم انه الفرق بين سبيسيفك ومن سبيسيفك ان السبيسيفك ده بيكون بسبب وجود سبب معين ومعروف ايه هو السبب ده اللي عامل لي الانفلاميشن ده زي بالإلزيازيز Bunda وده بيكون نتيجة سيستايتس هيداة الديزيز كل دي اسباب ممكن بتعمل لي بتاع نيجي الاخر حاجة معنا وناخد سؤالين كده بساط يتدربون يعني. اول حاجة بيقول لك سؤال اول سؤال بيقول لك ايه? احنا قلنا ايه? كالسيوم كان مكتوب لو تفتكروا ستين في المية فهي اشهر نوع من الستونز. ناخد سؤال تاني. يقول لك احنا لو نفتكر كده. انواع انواع كان ايه? هي عندك وعندك دي هي اللي كانت بتحصل بورا او زي ايه? الاجابة بي. وبس كده وصلنا الاخرى محاضرتنا ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. انا عارف صوتي مش احسن حاجة لنتعبان شوية فعذروني. اه بس اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا جميعا. وتطلعوا ان شاء الله انا عارف ان عدتوا زدت كتير في المحاضرة بس يعني بحس اني اساعدكم بشكل كبير انكم تحفظوها. وانتو يعني تطلعوا من المحاضرة ما تتعبوش في قريتها ولا تتعبو فيها. وباذن الله الباور الموجود ده يعني هو هو يعتبر الباور اللي عندكم. بس حاولت اضيب فيه شوية حاجات تسهل بس زي الصور. وحاول ان نظم بحاجة بسيطة من الكلام. يعني. فالحابب يعتمد عليه يعتمد. وان شاء الله ينزل لكم فايل اسئلة في الاسئلة بوصوا عليه. او في خناة التليجرام. بس واسبكم كده وشدوا حلكم. ان شاء الله الامتحاني عبد على خير. وبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.